أكد رئيس الوزراء عزم حكومة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة والعمل على تجاوز عقباتها ومعوقاتها السابقة الكاظمي ولد استقباله الممثلة الخاصة للممتحدة في العراق جينين بلاس خارتة بحث عمل بحثة الأممية في العراق فضلا عن الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل التحضير للانتخابات وشار الكاظمي إلى أهمية التعاون الأممي في عمليات التحضير والإعداد لإنعكاسها إيجابا على مصداقية العملية الانتخابية